كون أنت الفائز هاد المرة غادي نتكلم فيها على الدور ديال كل واحد فينا في اتخاذ الحيطة والحضر في التعامل مع المشكلات اليوم غادي نغير اسم المشكل وغادي نسميوه تحدي غادي ناخد من عندكم إلي سمحته مشاهدي الأفاضل نعتبره تعهد شخصي كل واحد فيكم يقوم بتعهد شخصي اليوم ويلتزم مع نفسه على أنه يقول أي مشكلة أنا غادي نواجهه هو عبارة على تحدي الدور ديالي للتحدي هذا هو أنه يزكيني ويعطيني فرصة أخرى أنني كنت تعلم فيها مهارات في الحياة وانت كتواجه المشاكل فرصة أنك كتتعلم أشياء جديدة في الحياة ففي كل مشكل هو عبارة على ماذا؟ عبارة على تحدي اللي كتستافد منه باش كتخرج الكينونة ديالك وكتعرف العظمة ديالي للخالق في أنه خلقك ماشي غير باشي يختبرك أو باشي يحطك أو اللي باشي يزيرك أو اللي يوقف ضدك بالعكس وإنما من أجل التزكية باش تكون انت قناة وقنطرة وفرصة ربما غادي تفيد بها واحد العداد ديالناس فأي مشكل كي يوقع ليك اعتبروا بأنه تحدي غير نظرتك لهذه المسألة اللي كتعتبرها أنت يعائق في حياتك أو مشكل في حياتك ونبغي نقول لك توقف للحظة وقول شنو هو السبب في هاد المشكل ثم أجي قدامها وقول شنو الرسالة اللي خسني نقراها وراء هاد التحدي إذن هنا قدامي مشكل وسميته تحدي هنا عندي رسالة خسني نفهمها وهنا شنو هو السبب اللي خلاني وصلت أنا لهاد المشكل الفرق فيما بينهما التحدي من اللي كتشوف أنت كتحدي كتهي نفسيا على أنك كتواجه بمختلف الأدوات اللي انت تعلمتها وبالتجارب اللي انت راكمتها أما إذا بقيتك تقول بأنه هذا غير مشكل فغادي تبقى كتلوم في راسك وكتدخل في دائرة اللوم والإسقطات واللي قلنا أنها من الشيطان فأي فكرة سيلبي يعرف بأنها من الشيطان لأنه هو توعد الله تقول له لا أقعدا لهم صيرتك المستقيم ففقاش ما بغيتي تبدأ شي حاجة جديدة فقاش ما بغيتي تقد حياتك فقاش ما بغيتي تقد أمورك غادي تلقى عطارات وغادي تلقى تحديات وغادي تلقى نتالك تسمهم مشاكل فهنا غادي نتعلم جميع كيف قلت من خلال مجموعة من الأنشطة الدهنية ومن خلال مدرسة علم النفس المعرفي غادي نشوف جميع مشاهدي الأفاضل فن حل المشكلات وتكلمنا إلى عقلته معي في الموسم الأول على الصناديق الستة أو تكلمنا على القبعات الستة تكلمنا على الكورت طرق مختلفة من أجل حل المشكلات واللي غادي نغير الاسم دياله غادي تولي تحدي فقط بغيتي تطرح سؤال شنو السبب وشكون السبب في هاد المشاكل وهاد التحديات أنت السبب فهني يعليك إلى سمتيك رسك انت السبب فالحمد الله أنك أنت السبب لأنك انتلك تملك المفتاح ديال الحل وانتلك تملك المفتاح ديال هاد المشاكل ماشي الشخص الآخر وتبقى كتلعب دور الضحية وتقول لا ماشي أنا السبب اختي السبب الأم ديالي سبب الأستاذ سبب مدير الشركة السبب السوبرير ديالي هو السبب فكتبقى أنت دائما دور الضحية بلا ما تعرف بأنك أنت السبب ما أصابكم من مصيبتين من أنفسكم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والشراك لقناة شادا تيفيك مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادا برحلة المشاهدة شادا أول قناة فنية بالمغرب อกوه في الحلوث